ترجمة نانسي قنقر منذ زيارة إمانويل ماكرون للجزائر العاصمة أواخر غشة الماضية حين التقى بنظره عبد المجيد تبون هذا الأخير الذي منحت بلاده امتيازات في عدة مجالات خصوصا في مجالية الطاقة والمعادنة بشكل يهدد المصالح التركية الأمر الذي أذعج أنقرة التي ترى في باريث خصمها الأول داخل الاتحاد الأوروبي وقال تقرير لموقع مغرب أنتليجنس أن تركيا أردوغان لن تغفر لتبون تقاربي مع باريث والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على اعتبار أن هذا الأخير هو أحد أعداء أنقرة وأشد خصومها بالمنطقة المغربية والقارة الإفريقية مبرزا أن الأتراك أعربوا بالفعل عن خيبتهم للتقارب الجزائرية الفرنسية في أعقاب إعلان باريث عن انعقاد لجنة التعاون التنائي العليا المشاركة بين حكومتي البلدين شهر أكتوبر القادم ويكمن القلق التركي في كون الاشتماع فيناقش العديد من القضايا الاقتصادية والثياثية موضوع الاتفاق الرسمي بين الطرفين وخصوصا في مجالات الطاقة وتحديدنا الغذة الطبيعية إلى جانب التعاون القضائي والأمنية ما يعني أن المصالح التركية في الجزائر أضحت مهددتنا من طرف اللوبية الفرنسية وما زادت طينبلة هو أن الامتيازات التي كانت ستحصل عليها الشركات التركية في مجالي الطاقة والتعدين شهد مصارها تباطؤا منذ بدء التقارب الجزائرية الفرنسية وردا على ذلك قررت تركيا إظهار استيائها للجزائر من خلال تجميل التعاون مع سلطاتها في العديد من الملفات الأمنية والقضائية بل أكثر من ذلك راثلت أنقر أجهزة الأمن الجزائرية للمطالبة بالحصول على معلومات تتعلق بالعقارات والأصول المالية المملوكة لعدد من رجال الأعمال والشخصيات الثياسية الجزائرية المقربة من الرئيس تبون وأكدت تقرير أن هذه الخطوة كان لها وقع كبير على الجزائريين مبرزة أن الأمر يتعلق بمرثلات من أجهزة الأمن ومن المؤثثة القضائية الشيء الذي أدى إلى التثبب في قلق كبير بالجزائر العاصمة مبرزة أن الأمر قد لا يقف عند هذا الحد حيث تنوي تركيا تصعيد لهجتها في الأشهر المقبلة كرد فعل على قبول تبون إذا حتم صالحها لفائدة الفرنسيين أعلنت الثفيرة الفرنسية بالرباط هيلل لوقال اليوم الخميث مغادرة منصبها رسميا ونشرت الثفيرة لوقال تغريدة على تويتر قالت فيها بعد فترة ثلاث ثانوات تذكرت للشماع الأول مع وزير الخارجي ناصر بوريطا ثلاث ثانوات كاملة من الشراكات والشماعات شكرا مغادرة الثفيرة الفرنسية كان منتظرا جدا وذلك بعد الفتور الدبلوماسي بين الرباط وباريث بسبب قضية الثحراء تحديدا رحيل الثفيرة لوقال يأتي أيضا في دل إذمة التأشيرات بين البلدين وهو الملف الذي أخفقت فيه بشكل كبير والثائل إعلام متفرقة كانت قد نشرت أن هيلل لوقال كلفت بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل قصر الإليذي حيث ستكون مسؤولة عن الدائرة الأوروبية لشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبية إلى جانب جوزي بوريلا وإلى اليابان حيث جددت توكيو التأكيد على أنها لا تعترف بمرتزقة تندوف معكدة على أنها حريثة على تطوير علاقاتها مع المغرب وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بطوكيو خلال محادثات مع رئيس الحكومة عزيز أخ النوش التأكيد على موقف بلاده التي لا تعترف بهذا الكينة وعبر رئيس الوزراء الياباني عن رغبة في مشاركة المغرب الشريكة المهمة في جميع الاشتماعات التي تنظمها اليابان وتنصيق العمل بين البلدين على مستوى المؤسسات والمنتدايات الدولية كما أكد كيشيدا على العلاقات الممتازة التي تربط العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية منوها بالدور المهم الذي يطلع به جلالة الملك محمد الثالث لحفظ السلم والأمن في العالم وكانت اليابان قد أكدت خلال قمم الشراكة السابقة التي عقدت مع دول القارة الإفريقية على موقفها الرافد لمشاركة عصابة البوليساريو في هذه القمم وفي القمة الإفريقية اليابانية التي انعقدت مؤخرا في تونس فضحت موقف الرئيس التونسي قيس سعيد بعد استداءه لزعيم عصابة تندوف في خرق لترتيبات المعمول بها عند عقد هذه القمم حيث أكدت اليابان في مذكرة بعثت إلى المفاوضية الإفريقية بأن خطاب الدعوة لحضور مؤتمر توكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية التكاة الثامنية المواقع بالاشتراك بين كيشيدا فوميو رئيس وزراء اليابان وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية هو الدعوة الوحيدة والحقيقية التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في التكاة الثامنية وشددت على أنها لم ترثل من جانبها أي دعوة إلى البوليساريو لحضور هذه القمة كشفت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية إيذي أن فرنسا تستعد لطرح قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع القمة التاثع للذعاماء دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية وذلك بسبب ما تعتبر تأثيرات هذا الملف على إمدادات الطاقة في إشارة إلى تلويح الجزائر بوقف إمدادات الغاز الطبيعي التي تصل إلى إسبانيا نتيجة إعلان مدريد دعم الحكم الداتي المغربية الخطوة التي تأتي في ظل أزمة صامتة بين الرباط وباريس ونقلت وكلة إيذي عن مصادر في قصر الإليزي أن فرنسا لجأت إلى ذلك بسبب الإنعكاسات المحتملة التي يمكن أن تحدث بسبب الثرع حول الصحراء وذلك في السياق ما اعتبرت أزمة إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا الأمر الذي لقي ترحيبا من وسائل الإعلام الجزائرية وتلك التابعة لعيثبة تندوف باعتبارها انتثارا ديبلوماثيا على المغرب في ملف الصحراء وربطت تقرير هذا الأمر بالقرارات الجزائرية المرتبطة بقضية الصحراء انطلاقا من قرار قصر المرادية عدم تجديد عقد العمل بخط الغاز المغربي الأوروبية المار عبر المغرب مع انتهائه ما تم أكتوبر من سنة 2021 مبرزة أن الجزائر خفضت أيضا من إمداداتها من الغاز الموجه إلى إسبانيا عبر الخط المباشر ميدغاز بعد رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيرو سانشيز للملك محمد الثالث التي أعلن من خلالها دعم بلاده لمقترح الحكم الداتية في الصحراء المغربية وتشكل القمة التي ستنظم على الأراضي الإسبانية يوم الثلاثين شتنبر الجيرية منتدى للنقاش حول مصارح دول الجنوب الأوروبية المنتمية إلى الاتحاد ويتعلق الأمر بفرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا بالإضافة إلى البرتغال وينتدر أن يحضرها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو كما سيحضرها أيضا الرئيس الوزراء الإسباني بيرو سانشيز والذي كان مراده قد أدى إلى تأجيله في وقت ثابق وتأتي الخطوة الفرنسية بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر أواخر شهر غشة الماضية والتي التقى خلالها نظيره الجزائري عبد مجيد تبون وكان ملف الثحراء من بين أبرز الملفات التي طرحت على طاولة النقاش حينها كما أن الأمر يأتي في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات المغربية الفرنسية أذمة ثامتة تبرز عكاثاتها على عدة مستويات بما فيها ملف الصحراء الذي تطالب فيه الريباط بيريز بموقف واضح على غرار مواقف ألمانيا وإسبانيا وهولندا وإلى الجزائر وفي إطار محاولاتها للضغط على الحكومة الإسبانية لتغيير موقفها الداعمة لمبادرة الحكم الداتية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء أعلنت الجزائر أنها لن تزيد كمية الغاز للثوق الإسبانية مشيرة إلى أن الزيادة تتطلب استثمارات جديدة وقال توفيق حقار مدير شركة سونتراك المملوكة للدولة على هامش توقيع اتفاقية بين الشركة ومجمع الطاقة الإيطالي أنيل إن المفاوضات مع الجانب الإسبانية حول مراجعة الأسعار قد انتهت في حين سيتم توقيع اتفاقية سيعلن عنها لاحقا وفي ردي على سؤال حول رفع كمية الغاز للثوق الإسبانية قال المسؤول الجزائرية يربطنا معهم أنبوب واحدة وبسعة محدودة 11 مليار متر مكعب ولن نزيد أكثر من ذلك والزيادة تتطلب استثمارات جديدة يشار إلى أن علاقات الجزائر وإسبانيا تمر منذ أشهر بفترة من التوترة عقب إعلان رئيس الوزراء بيرو سامشيذ دعم بلاده لخطة الحكم الداتية تحت الثيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع حول الصحراء واعتبارها الأساس الأكثر جدية وباقعية ومثداقية من أجل تثوية هذا النزاع الإقليمي وهو الموقف الذي قررت على إثره الجزائر ثحبت ثافرها من مدريد وتعليق معاهدة الثداقة وحسن الجوار التي كانت تربط بإسبانيا